بسفر الحياة درس عظم تفيد الذي بتزكي العمر لنا عبرة في تجارب من سعوا للنجاح ونالوا واضح يفنى الجميع ويبقى الآثار الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أيضا مشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من ويبقى الأثر كتاب صيد الخاطر للإمام من الجوزي كتاب يحوي فقرات من الوعظ والتفسير والحكمة والتجارب الشخصية ووقفات تأملية لحالة النفس والجماعات والعلاقة بالسلطة كل ذلك في أسلوب رائق سلس من عالم صاحب همة عالية وكثرة في التأليف نقل تجربته وخبرته في هذا الكتاب نقف معه في اقتباسات منه ليعلق عليها ضيفنا الأستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية أهلا وسلم بك أستاذ محمد الله بارك الله فيكم الله يسلمك أستاذ محمد شخصية الليلة عالم من أعلام وهو الإمام ابن الجوزي والحديث عن علماء خاصة في شهر رمضان يحيي القلوب وتنشرح له النفوس نبدأ بالتعريف بهذا الإمام بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طبعا لا شك أنه في بدايات شهر رمضان تحتاج الناس إلى علو الهمة نعم وكان صاحبنا الإمام ابن الجوزي من الأمثلة في علو الهمة فهو رجل نعتبره أسطورة في الوعظ والتصنيف هو ربما أشهر واعظ في تاريخ الإسلام هو طبعا كان واعظ بغداد وربما أشهر واعظ في تاريخ الإسلام وله من المؤلفات ما يزيد على أربعمائة مؤلف وكتب في كل الفنون تقريبا كتب في القرآن وفي التفسير وفي التاريخ وفي الحديث وفي فقه الحديث وفي الفقه الحنبلي وهذا كم كبير يعني عزيب من نعم نعم بل حتى كتب في أخبار الحمقى والمغفلين وأخبار الأذكياء وهذه الأشياء التي يحتاجها الخطباء في إيصال المعاني فحقيقة نحن أمام رجل هادر كثير 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 التأليف وكما ذكرت أنه أشهر واعظ في تاريخ الإسلام وكان يحضر عدد كبير بالآلاف يحضرون درسة نعم ذكر أنه كان بمئات الآلاف نعم وهو أيضا الرجل الذي ختم القرآن في مجلس وعظ نعم مذكراته هو وأشياء من أخباره هو نعم وهو فكرة الكتاب أصلا يقول أنه كانت تمر بذهن المعاني نعم فلا أسجلها فتخرب نعم نعم فإذا فعزم على أنه إذا مر بذهنه المعنى نعم نعم فسماه صيد الخاطر صيد الخاطر نعم ويشبه يعني لو أحببت أن أقرب الصورة يشبه صيد الخاطر هذا الفيسبوك وتويتر في أيامنا هذه نعم اللي هو حين يخطر بذهنك معنى يمكن أن تكتبه وهو من نسل أبي بكر الصديق نعم هو من نسل أبي بكر الصديق هو ولد في بغداد ونشأ يتيما لأن أباه مات وهو في الثالثة من عمره ويقول أن أمه كانت منصرفة عنه لكن عمته هي التي تولت يعني إرساله إلى المشايخ ويقول هو ركز في طبعي طلب العلم لكن بداية الاهتمام كانت من عمته التي كانت ترسله إلى المشايخ ثم هي الله له فيما بعد أحد شيوخه اسمه أبو الفضل بن ناصر هذا الشيخ كان يأخذه وهو صغير فيجلسه في مجالس العلم ويكتب له ثبت مسموعاته يعني هو صغير لا يدرك ما يراد به وهذا من توفيق الله هذا من توفيق يقول لك فكان يأخذني إلى المجالس العلم فأحضرني المجالس الكبار وسمعت المسند ولا أدري ما يصنع بي ولما كبرت أعطاه ثبت مسموعاته أنه سمع كتب كذا من الشيخ الفلاني وكتب كذا من الشيخ الفلاني وهذا لما رأى قوة حفظه ونبوغه ثم فيما بعد ظهر في حياته شيخه الأثير الذي ملأ عليه صورته شيخه ابن الزاغوني ابن الزاغوني هذا يقول ابن الجوزي أنه كان أشخر خطيب وأكثر الناس تأثيرا في الناس فكأن ابن الزاغوني استغرق ابن الجوزي فصار يريد أن يكون مثله يخطب مثله وبالفعل ابن الجوزي بدأ يخطب في الناس وقد كان في التأسعة من عمره وبدأ التأليف وقد كان في الثلاثة عشر من عمره أيضا وظل يطلب العلم هو يقول مبتلي الإنسان بشيء أشد من علو الهمة لأن الإنسان إذا علت همته يقول طلب من الأمور معاليها وقد لا يسعفه الزمن الزمن قصير على إدراك الغايات وقد لا تساعده الآلة يعني الجسم ضعيف على هذا ويعني تدري قريب هذا من قول المتنبي وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام وكان حريص على الوقت حتى أنه كان يعني حتى يقتصف الأكل لأجل الوقت نعم هو من علو همته ذكر في مسألة الوقت هذه أمورا من المهم حقيقة أن نتعلمها في رمضان هو ذكر أنه هو صحيح ولد غنيا تمام لكنه كان لكثرة طلبه للعلم كان يسبق يسبق إلى مجالس الشيوخ لألا يسبق يقول وكنت ينقطع نفسي في العدو يعني من كثرة الجري ينقطع نفسه في العدو حتى لا يبقى له وقت للأكل فأحيانا كان يأخذ معه الخبز اليابس وفي طريقه بين شيخ وشيخ يجلس على ضفة نهر يبلل هذا الخبز في الماء لكي يأكله لكي يدرك الشيخ وأحيانا يصرفه طلب العلم عن أن يفطر صباحا أو عن أن يأكل مساء فمن عبارتها أيضا يقول وقد كنت أمسي وليس لي مأكل وأصبحوا وليس لي مأكل ومن طريف ما يقول أنه غالب الناس يعني هو كان مقلا من علاقته الاجتماعية مقل من علاقته الاجتماعية لكي يتفرغ للعلم يقول ولكن الناس طبعا تكثر الطلب وتكثر الزيارة وأنا لا أستطيع أن أمتنع يعني أحيانا كنت أدافع اللقاء أدافع اللقاء يعني يحاولي يتهرب فإذا غلبت صرت لا أجيب إلا كلاما بأسر في الكلام يعني على أساس أن الموضوع يخلص وينتهي ثم لما وجدت أني لا أستطيع يعني مع كل هذا أن أتخلص من لقاء الناس صرت أعد لهذه المجالس مهمات مثل قطع الكاغد اللي هو قطع الورق وبري القلم ويعني تجليد اللي هي الأمور التي لا تحتاج إلى حضور فكر أو حضور قلب ولا بد منها ولا بد منها فهو كان يشغل وقت زيارات الناس بهذا هذا من الدكاء بطريقة استثمار الوقت لكن أيضا حتى من ناحية العلاقات الاجتماعية يعني كأنه لا يحرص على شراء الخصومة والعداء ويوفر على نفسي هذا الجهد أحيانا صح حين تقرأ الكتاب يعني حين تقرأ أنه لماذا لم يعتزل الناس رغم أنه قد حببت إليه العزلة فتجد فقرة في كتابه يقول فيها بأنه أنا وجدت أنه يعني مما تعلمت من الدنيا أن كل إنسان قد تحتاجه في يوم ما مهما كنت لا تتخيل ولا تتصور أنك يمكن أن تحتاجه ولو كان عويد منبوذ يعني لو كان عود عويد يعني صغير عود ومنبوذ كمان فإنه ما فيش إنسان إلا ويمكن أن تحتاج إليه في يوم من الأيام فهو كأنه وازن بين هذا الحال حال أنه يحتاج الناس ولا بد فلا يمكنه أن ينصرف عنهم وبين حال أنه يحتاج إلى الوقت فصار يستقبلهم على هذا النحو الذي يعني يكلمهم فيه وهو بين الأقلام الأوراق أيضا له كلام وهو كثير في صيد الخاطر هذه الاقتباسات التي فيها إشارات تربوية وضع قضية الموازنة بين العزلة والخلطة هذه يعني كما ذكرت لكم أشعر من كلامه أنه العزلة أحب إلى نفسه لما يكون فيها من التفرغ للعلم ثم الخلطة صارت من ضرورات هذه الحياة لأن الناس لا بد من أن يحتاج إليهم فصار هو يوازن بين هذين الأمرين بمثل هذا الاستثمار الوقت لكن يرعي حال قلبه ويقول بأنه عندما يكون في حالة العزلة يكون هناك صفاء مرحي ويعني الرجل يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى ثم عند الخلطة قال تذهب هذه الحالة هو ذكر هذا في فقرة أظننا سنأتي إليها في حديثه عن ما كان يشعر به من صفاء القلب ومن الرحانية ومن القرب من الله ومن هذه اللزة ثم إنه بدأ يستدعى إلى الملوك ويداخلهم ويخالطهم فصارد أحوالا له في هذا التدرج الروحي ربما نقضب إليه إن شاء الله إذن لكن في موته مات في حالة هو أصلا حياته كلها كانت في بغداد في بغداد لكن في أثناء الحملة الصليبية نعم صحيح في فترة الحملة الصليبية هو نعم صدقتم يعني هو الأول يجب أن نقول أنه كان عاش ومات في بغداد ولم يرحل لطلب العلم لأنه بغداد كانت عاصمة العلم في ذلك الوقت كان يوازي هذا ما كان يجري في الشام من الحروب الصليبية يعني هو مثلا أدرك كل هذه الحركات المجاهدة التي انطلقت عماد الدين زنكي ونور الدين وصلاح الدين وهو أصلا ولد بعد الحروب الصليبية بعشرين سنة يعني الحروب الصليبية بدأت لو هنقول مثلا الحملة الصليبية الأولى انطلاقوها ووصولوها بين 480 و 490 هجرية صاحبنا أو شيخونا ابن الجوز يولد 510 هجرية فبعدها بعشرين سنة ومات بعد وفاة صلاح الدين بعشر سنوات يعني صلاح الدين توفي 589 وهو توفي 589 وهو توفي 597 في ذلك الوقت يعني شاهد أو كان يوازي مرحلة الحروب الصليبية وشاهد حتى الخلفاء العباسين الذين كانوا موجودين في ذلك الوقت مثل المستضيء والمسترشد ومات بعد صلاح الدين بعشر سنوات نعم في ذلك الوقت نعم تحدث عن انتفاعه بالعلماء العاملين ذكرت بأنه تأثر بالشيخ الزاغوني لكن أيضا يتحدث عن العلماء والذين يعملون بعلمهم نستمع إليه في هذا القتبات لقيت مشايخ أحوالهم مختلفة يتفاوتون في مقاديرهم في العلم وكان أنفعهم لي في صحبته العامل منهم بعلمه وإن كان غيره أعلم منه ولقيت جماعة من علماء الحديث يحفظون ويعرفون ولكنهم كانوا يتسامحون بغيبة يخرجونها مخرج جرح وتعديل ويأخذون على قراءة الحديث أجره ويسرعون الجواب لألا ينكسر الجاه وإن وقع خطأ ولقيت عبدالوهاب الأنماطي فكان على قانون السلف لم يسمع في مجلسه غيبة ولا كان يطلب أجرا على سماع الحديث وكنت إذا قرأت عليه أحاديث الرقائق بكى واتصل بكاؤه فكنت وأنا صغير السن حينئذ يعمل بكاؤه في قلبي ويبني قواعد ولقيت أبا منصور الجواليقي فكان كثير الصمت شديد التحري فيما يقول متقنا محققا وربما سئل المسألة الظاهرة التي يبادر بجوابها بعض غلمانه فيتوقف فيها حتى يتيقن وكان كثير الصمت فانتفعت برؤية هذين الرجلين أكثر من انتفاعي بغيرهما هذا ذكر لشيخين من من انتفع به نعم هذه حقيقة فقرة مؤثرة وهي فقرة نجد مصداقها حتى في عالمنا اليوم قد يكون العالم غزير العلم وشديد الحفظ وواسع للطلاع ولكن حظه من العمل بهذا العلم ليس بذاك بينما تجد من هو دونه بكثير في مسألة الحفظ وغزارة العلم والاطلاع ومع ذلك اهتمامه بالعمل بهذا العلم يجعله أحب إلى القلوب وأقرب إلى النفوس وأكثر تأثيرا في الناس فهو ابن الجوزي يلفت النظر إلى هذا الأمر طبعا شيوخ ابن الجوزي كثيرون جدا جدا وأطال في وصهم لكن في الآخر هم اتنين فقط الذين أثر في نفسه هذا التأثر ذكره عبدالوهاب الأنماطي وأبو منصور الجواليقي لما كان تأثيرهم هذا لأنهما كان يعملان بهذا العلم يعني الرجل الذي تتلى عليه أحاديث الرقائق فيبكي ويتصل بكاؤه يقول فكان بكاؤه يعمل في نفسي ويشيد قواعد يبني قواعد فحقيقة هذه حتى عبارة التي عبر بها كان على قانون السلف نعم لا تسمع في مجلسه شوفوا يذكر أن بعض المحدثين كان يتسامح في الغيبة يخرجها مخرج الجرح والتعديل وهنا يصل العالم أو الذي عنده علم بشكل عام وكما يقول لنن في العبارة المشهورة المثقفون أسرع الناس إلى الخيانة لأنهم الأقدر على تبريرها فمن أوتي علما يستطيع أن يستخدم هذا العلم في الصلاح ويستطيع أن يبرر ويؤول به الفساد فهو يقول أنهم كانوا يتسامحون في الغيبة يخرجونها أو يخرجونها مخرج الجرح والتعديل أما صاحبنا هذا اللي هو الجواليقي فقد كان على قانون السلف لا تسمعوا في مجلسه غيبة حقيقة من أشد الأمور التي اهتم بها علماؤنا عبر التاريخ الإسلامي هي مسألة العلم العمل بالعلم وللخطيب البغدادي كتابه الأشهر كتابه اقتضاء العلم العمل وهذه حقيقة هي فلسفة العلم في تاريخنا الإسلامي وفي حضاراتنا الإسلامية أن العلم غير مطلوب للتكاثر النظري بل حتى العلماء كانوا ينفرون من الذين يستفتونهم في المسائل التي لم تقع ويسمونهم الأرأيتيين الذي سألوه أرأيت إن وقع كذا وكانوا يقولون إن وقعت تجشمناها لكم يعني خروج طلب العلم عن مسألة العمل كانت من الأمور المستنكرة في تاريخنا ابن الجوز حقيقة كان له أيضا تطبيقات عملية مما يعني من الأمور التي أثرت فيها في كتابه هذا في صيد الخاطر أنه سئل عن المال الذي اختلط فيه الحلال والحرام هل هذا المال يكون من أشكال تطهيره والتخلص منه هو أن تبنى به المساجد أو أن تربط به أو تبنى به الزوايا أو التكايا المساجد طبعا التي يكون فيها العلم والتكايا والزوايا التي يكون فيها التصوف والعبادة فحقيقة جاوب إجابة مدهشة يعني هو أفتى بعدم جواز ذلك وذكر في تبريره هذا بأن أغلب هذه المدارس التي تعلم العلم قد انصرفت عن علم الشريعة إلى علوم الجدل العلوم النظرية وأن هذه الأربطة أو التكايا أو الزوايا التي يجلس فيها المتصوفة هي قد خرجت عن قانون العبادة وإنما صار يدعي مدعيهم أنه يخلص للعبادة ويقترب من حب الله ولا تحسن إعانتهم على ما هم فيه من الكسل والبطالة نعم سبحان الله فهو أيضا كان نافرا من أن العلم لا يؤدي إلى عمل إلى درجة أنه حاول أن يوقف نهر تمويل بناء المدارس التي لا تهتم إلا بالجدل وبناء الزوايا والتكايا التي يعني لا يكون فيها التعبد والعبادة على نحن ما كان عليه السلف إشارته إلى قضية أن يسأل العالم ويسارع بالجواب حتى لا يكسر الجاه هنا ألا يوحي لك بالحديث حول العالم الذي يريد المنصب والوظيفة ويفتي للمحافظة والبقاء فيها والله ذكر أنواعا من هذا يعني يذكر أحد الذين كانوا من الحفاظ ومن العلماء ومن من كانت لديهم غزارة في العلم ولكنه كان إذا سئل سارع إلى الجواب لألا ينكسر الجاه يعني علشان محدش يظن أنه مش عارف فهذه المسارعة ويذكر آخرين أيضا ممن يتقون الله حتى يعني يتحفظون في هذا يقول فرأيت صراف الناس يعني أن الله تبارك تعالى صرف القلوب عن هذا والقلوب أقبلت على هذا الثاني حقيقة القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء وفعلا من طلب ما عند الناس يعني كما في الحديث من أرضى الله بسخط الناس من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس والعكس كذلك ومن أسخط الناس برضى الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس هذا يقع لكل من تصدر يعني الذي يتصدر هذا يحب أن لا يسبق وأنت عارف كما يقيل آخر ما يخرج من قلوب الصالحين حب الرئاسة فمن هذه المشاهد التي رواها نعم أن مما يضر بالعالم على سعة علمه أن يحرص على مثل هذه المسألة أن لا ينكسر الجاه وأن يبادر إلى الجواب نعم يذكر أيضا في قضية حالة الناس وما أشرت إليه الآن ربما في علو شأنهم وانخفاضهم أيضا عند عامة الناس نعم نستمع إليه في هذا المقطع تأملت أحوال الناس في حالة علو شأنهم فرأيت أكثر الخلق تبين خسارتهم حينئذ فمنهم من بالغ في المعاصي من الشباب ومنهم من فرط في اكتساب العلم ومنهم من أكثر من الاسمتاع باللذات فكلهم نادم في حالة الكبر حين فوات الاستدراك لذنوب سلفت أو قوى ضعفت أو فضيلة فاتت فيمضي زمان الكبر في حسرات فإن كانت للشيخ إفاقة من ذنوب قد سلفت قال وأسفاه على ما جنيت وإن لم يكن له إفاقة صار متأسفا على فوات ما كان يلتذ به هذه ربما من الوقفات التربوية نعم ذكرت أن كتاب صيد الخاطر هو كتاب مليء بالفوائد ومليء بالتجارب وهذه أحدها هو أن الناس كل اللذات تنتهي كل اللذات تنتهي فهو يقول أن الناس في الشيخوخة كلهم يتحصر فمنهم من يتحصر يعني إن كان تقيا تحصر وندم على أنه فوت عمره في هذه الأمور ومن حتى من لم يتدين أو من لم يتقي أو من لم يتب فيهم فإنه يتحصر على اللذات التي كان يقضيها في شبابه وفاتته بالشيخوخة فهو يذكر أن كل الناس كل ما ينفقون فيه الأعمار يأتيهم بالحصرة إلا العلم وهذه ذكرها وتكلم فيها طويلا أن العالم هو الشخص الوحيد الذي لا ينظر إلى ما قضاه قبل ذلك في طلب العلم وفي تحصيله فيندم ويذكر ذلك عن نفسه من أن طلب العلم وما فيه من اللذة وما فيه من الحصول على المعلومة وأن يفتح الله عليك بالمعاني هو من اللذات التي لا تقاوم ولذلك لا تجد العالم في آخر عمره نادما على تفويت عمره في طلب العلم وله تشبيه لطيف جدا يقول فلما وصلت إلى ذلك قال لي إبليس وتنسى تعبك وسهرك أنت مش ندمان على التعب والصهر فقلت له يا مسكين لا يشعر بتقطيع الأياد إذا حضر يوسف هذا يحب العلم وحب الغرض يشير إلى قال لي تعالى وقطعنا أيديهن فهو يقول اللذة التي تغمر صاحب العلم أو طالب العلم تنسيه التعب تنسيه هذا التعب وبعدين له أيضا فقرة جميلة جدا يكلم فيها العالم الفقير فيقول له أيها العالم هل يسرك أن تحوز سلطانا أو ملك سلطانا من السلاطين ويذهب ما في رأسك من العلم ما أظن أن ذلك يعني يرضي أحدا يعني فعلا الإنسان لا يمكن أن يفرط فيما إنسان العلم طبعا لا يمكن أن يفرط فيما حصله من العلم مقابل أن يكون له الملك وأن يكون ملكا بليدا أو سلطانا بليدا يعني أو جاهلا وهذا يذكرك بالقول المسلوب للشافعي وقد نسب للفخر الرازي وسهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي وذكر في أبياته المشهورة فحقيقة يعني إذا وعبارة المشهورة لو أدرك الملوك ما نحن فيه من اللذة نجال دون عليه بالسيوف صحيح صحيح هذه حالة الأنس تحدث للعالم عندما يكون في حالة العلم وبروز المعاني أمامه وإكتشافها وبالتالي وإدراكه خاصة لفضيلة العلم هنا يحدث له مثل هذه الروحانية واللذة صحيح يعني أثمن طبعا وأؤكد على ما قلتم وإنما يمكن أن نستفيد من ذلك أن نوصي ونحن الناس يستمعون إلينا الآن في هذه الأجواء الروحية من أن كل هذه اللذات التي يعالجها الناس هي تنتهي وتزول ولا يبقى منها إلا الحسرة عليها سواء الحسرة عليها بمعنى الآخرة أو الحسرة عليها بمعنى العجز عن تناولها في ذلك الوقت إلا العلم ولكن في مسألة اللذة هناك أمر مهم أحب أن أشير إليه هو يذكر بأن الإنسان من النفس طامحة إلى ما ليس عندها هذه أحد أشكال الحسرات المختلطة باللذات إن دائما المرء متطلع إلى ما لا يملكه وإن المملوك مملول يعني الرجل مثلا تكون عنده الزوجة الجميلة الطيبة ولكنه يزهد فيها لأنها عنده ويتطلع إلى ما سواها من النساء مع أنه لو قارن في حال من التعقل لوجد التي عنده أحسن من غيرها كذلك الذي مثلا يتطلع إلى لذة الجاه لذة المال وغيرها من اللذات يقول أن النفوس تظل طامحة متطلعة إلى ما ليس عندها وهذا مما يحول اللذات التي عنده إلى حسرات لأنه ينسى الذي عنده ويتوجه إلى ما ليس عنده وما يعجز عنه وهذا ربما يكون مدخل شيطاني أيضا حتى يزهده في ما عنده هذا هو تختلط هنا اللذة بالحسرة وتنقلب اللذة إلى حسرة مع أنه حين يحصل ما يريد فيما بعد يعود مزاهدا فيه مالا له ويعود متطلعا إلى غيره مما لم يصل إليه بعد وهذه حال ملذات الدنيا ولا يبقى إلا نعم لا يبقى صحيح ما أبتغي به وجاء الله أستاذ محمد ربما نكمل هذا الحوار بعد فاصل قصير بسفر الحياة درس عظم تفيد الذي بات زك العمر لنا عبرة في تجارب من سعى للنجاح ونال وضع بسفر الحياة درس عظم تفيد الذي بات زك العمر لنا عبرة في تجارب من سعى للنجاح ونال وضع تحدث في هذا الاقتباس الذي سنعرضه الآن عن زيادة بصيرتي عند الخلوة وضعفها عند مخالطة أصحاب السلطة دعنا نستمع إليه كنت في بداية الصبوة قد ألهمت سلوك طريق الزهاد بإدامة الصوم والصلاة وحببت إلي الخلوة فكنت أجد قلبا طيبا وكانت عين بصيرتي قوية الحدة تتأسف على لحظة تمضي في غير طاعة وتبادر الوقت في اغتنام الطاعات ولي نوع أنس وحلاوة مناجاه فانتهى الأمر إلى أن صار بعض ولاة الأمور يستحسن كلامي فأمالني إليه فمال الطبع ففقدت تلك الحلاوة ثم استمالني آخر فكنت أتقي مخالطته ومطاعمه لخوف الشبهات وكانت حالتي قريبة ثم جاء التأويل فانبسط لما يباح فعدم ما كنت أجد من استنارة وسكينة وصارت المخالطة توجب ظلمة في القلب إلى أن عدم النور كله فكان حنيني إلى ما ضاع مني يوجب انزعاج أهل المجلس فيتوبون ويصلحون وأخرج مفلسا فيما بيني وبين حالي وكثر ضجيجي من مرضي وعجزت عن طلب نفسي فلجأت إلى قبول الصالحين وتوسلت في صلاحي فاجتذبني لطف مولايبي إلى الخلوة على كراهة مني ورد قلبي على بعد نفور مني وأراني عيب ما كنت أوثره فأفقت من مرض غفلتي إذن هذه أحد الحالات التي يصف بها حالة النفس ومحاسبتها أيضا صحيح من جميل ما في كتاب الإمام الجوز الصاد الخاضر هو وصفه لهذه التقلبات النفسية وحتى هذه التقلبات في العلاقة بالله تبارك وتعالى يعني يجد فيها الإنسان حين يقرأها ويطالعها أشياء تداوي نفسه وتفسر ما يكون عليه هذه الفقرة من الفقرات الجميلة التي فيها عدد من التقلبات هو وصفها بأنها خمس مراحل المرحلة الأولى أنه كان صفيا نفس حاد البصيرة قريبا من الله تبارك وتعالى يجد لذة الأنس وبالتالي هذه كانت حالة عالية من السمو الروحي طيب هذه الحالة ماذا أثمرت أثمرت أن طلبه بعض الأمراء والسلاطين للوعظ فذهب إليهم لكي يعظهم يعني هو الآن هو مش رايح لحاجة تانية هو رايح يعظ هنا بدأ يتسرب إلى نفسه بعض الظلمة وبعض الفتور ويفقد ما كان يجده في نفسه من الصفاء ومن السمو الروحي في هذه المجالس بعد قليل يقول ثم جاء التأويل التأويل بقى اللي هو التبرير اللي احنا متكلم عنه يعني أصدي باللفظ المفهوم للناس قال فجاء التأويل فانبسطت يدي في المباح يعني الحالة الروحية أصلها حالة ايه أعلى من فكرة الحلال والحرام والمباح ده هو كما يقال الورع أن تترك تسعة أعشار الحلال الإنسان كلما ابتعد حتى عن المباح واكتفى بالضروري فقط كلما سمت نفسه فهو في هذه اللحظة يقول انبسطت يدي في المباح فذهب ما في نفسي بالكلية نعم فقد هذا السمو الذي كان فيه في المباح مش في اقتراف المعاصي نعم ثم يقول بعد كده بدأ بقى يعني لما وجد نفسه في هذه المرحلة ويعني تحصر على ما كان فيه دخل في المرحلة الرابعة اللي هي مرحلة أنه يتحصر على نفسه وعلى ما كان فيه من سمو مروحي ويشكو في مواعظه ما كان يجده طبعا ما أظنه كان يشكو بصريح العبارة لكن كان يشكو يرى أن الناس يستمعون إليه وينتفعون بمواعظه لكن هو في ذاته لا هي عند هذه المرحلة إنه كان حزينا على نفسه لكنه لا يغير هذا من سلوك نفسه إنما يؤثر في الناس لصدق قوله نعم فعاد عن ذلك إلى مسألة أن ينسحب من هذه المجالس وأن يعكف على ما في نفسه ويتوسل إلى ذلك بإنه يخلي الصالحين يدعو له بأن يقبل على الدعاء وعلى التوسل إلى الله تبارك وتعالى حتى يقول حتى يعني إيه أعادني على بعد من نفسي فاجتدبني لطف مولاي بي فاجتدبني لطف مولاي بي إلى الخلوة على كراهة مني صحيح مسألة العزلة ومسألة الخلوة من الضرورات التي ينبغي أن يقبل عليها الإنسان حتى الإنسان أشوف حتى بعيدا عن مسألة الآخرة وعن مسألة الروحانيات عادة ما يكون الشخص المبدع المبتكر له لحظات يخلو فيها بنفسه يتفكر ويتأمل طبعا هذه عندنا في ديننا أحد الأشياء الأساسية وطبعا تكون ذروتها في قيام الليل حتى يحبب إلى ونبينا صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث إليه حبب إليه الخلوة وكان يذهب إلى غار حراء فيعتزل ويتعبد فيه الليالي ذوات العدد يعني هذه اللحظات التي يخلو فيها الإنسان لنفسه يستطيع فيها أن يعيد تقييم مساره في الحياة لكن طول ما هو مشغول بالحياة يبقى عامل زي الشلال المنحدر لا هو قادر على إيقاف نفسه ولا على التخلص من أعباء حياته فأرجع إلى القول بأن المسلم إذا أراد أن يقيم الحياة الدنيا ويقيم مستقبله خصوصا لمن يعني يجاوز الأربعين لأنه خلاص هذه اللحظات يبدأ فيها يعني يبدأ فيها الإنسان في الغروب فلابد له من مثل هذه المواقف مثل هذه النظرات هي تعالس حال القلب ينظر إلى حال قلبه من إقباله وإدبار هنا ابن القيم يتكلم على أن الأشياء المضرة بالقلب هي قضية الفضول فضول الخلطة فضول الكلام فضول النوم فضول الطعام فضول الأكل نعم صحيح هو طبعا حين نقرأ لأئمتنا من العلماء الرقائق فإنهم يركزون على مسألة أن كل ما هو فوق الضروري مضر كل ما فوق الضروري مضر يعني زيادة الأكل زيادة النوم زيادة الكلام زيادة أي شيء فوق الضروري هو يضر وهو يجذب الإنسان إلى حال الدنيا ونرى مثل هذا حتى عند غير المسلمين أحيانا لعلنا حين نأتي لمصطفى خليفة في رواية القوقعة مر عليهم في سجن تدمر عام كانوا يسمونه عام الجوع لم يكونوا يأكلون شوف هو مسيحي يقول لكني في هذا العام شعرت بصفاء روحي لم أشعر به في طول الحياة فعمليا الجسد كلما تقلل من ملذاته وشهواته ومحبوباته كلما صفى لكن في حتة بس أريد أن أشير إليها في مسألة الدخول على الصلاطين وإن ابن الجوزي أشار أكثر من إشارة إلى أن أضر شيء على العالم هو دخوله على السلطان لأنه بيحصل هنا شيئين العالم يهون في نفسه المباح يعني الآن يجد من إغراءات الدنيا ما يجعله يتناول المباح ويتساهل فيه وقد يحاول الإنكار فلا يصح له يبقى إذن هو إيه مش قادر ينكر على الأمير أو على السلطان ومن جهة أخرى يقول السلطان لولا أن أمري مستقيم ما كان هذا إلى جواري فأيضا وجود العالم يهون على السلطان ما يتناوله ثم يؤثر هذا في الناس يقولون لو أنه لا يرى منه المنكر ما كان بقي بجواره فإذن هذه الحالة على الأقل في ذلك الوقت كانت تسبب هذا النوع من الضرر الضرر على نفس العالم لأن السلطان حقيقة يملك أقصى الوعيد وأقصى الوعد يعني أقصى الترغيب وأقصى الترهيب فالعالم منه في محنة يحتاج إلى شدة في نفسه لكي يخلص من تأثير هذا علم وهو تناولها هنا من جهة تأثير هذه الخلطة على حاله نعم وحال قلبه لكن لو تحدثنا في قضية أن الانتفاع مضرة مخالطة العالم السلطان نعلم جميعا أن السلف كانوا يعني ينكرون دخول على السلطين هذا ربما كان له أسبابه فما المشكلة في العلاقة مع الحاكم أنا لي في هذا الأمر رأيي أولا دعنا نثبت أن العلماء قديما يعني لم يكونوا من السلطان على نمط واحد صحيح ثقافتنا امتلأت بكراهية الدخول على السلاطين وكراهية التعامل مع دنياهم وأن التعامل معهم ليس فيه إلا يعني يحتاج إلى طاقة نفسية هائلة للوعد والوعيد لكن حتى هنا أنا دعني أتكلم يعني ابن الجوزي ابن الجوزي هذا كان في زمن خلفاء صالحين في الجملة يعني ابن الجوزي مثلا مما يذكره هو في كتابه أنه أنشد مرة تحت قصر السلطان قصر الخليفة المصدى بنور الله هذه الأبيات ستنقلك المنايا عن ديارك ويبدلك الردى دارا بدارك وتترك ما عنيت به زمانا وتخرج من غناك إلى افتقارك فدود القبر في عينيك يرعى وترعى عين غيرك في ديارك فلما سمعها الخليفة بكى وظل يكررها ويعني يتأثر بها نحن هنا حين نتكلم عن خلفاء ذلك الزمن نحن حقيقة في فارق ضخم مع الأوضاع الحالية بس خليني أذكر شيء أنه هنا هؤلاء الأمراء وهؤلاء السلاطين كانوا يحضرونه لكي يعظهم يعني عندنا واحد عنده دين ويريد الوعظ وكما نسمع فيه تراث سلفنا الصالح أن يقول الخليفة للعالم عظني أو صني وأن يرسل إليه لكن علماء الزمان في علماء السلف كانوا من السلاطين على مراحل متفاوتة منهم من عمل معهم ومنهم من اعتزلهم ومنهم من أنكر عليهم إنكارا شديدا ويعني هذا الطيف موجود حقيقة نحن الآن في وضع مختلف يحتاج في هذه المسألة نوع اجتهاد أتركه للعلماء القصد أنه الآن في ذلك الوقت قديما لم تكن السلطة تسيطر على كل حياة الناس السلطة كانت محدودة التأثير في جوانب الأمن في جوانب الدفاع لكن الآن الآن السلطة صارت تسيطر على كل شيء هي التي تعلم الناس ما تريد في المدارس هي التي تسيطر على عقولهم وأفكارهم في وسائل الإعلام يعني زمان ما كانش في وسيلة إعلام إلا العلماء العلماء والقصاصين والجوالين يعني في النهاية من كان يسمع الناس لكي يعرفوا شيئا العلماء طيب السلطة إذا أرادت إعلام الناس بشيء أخرجت مناديا ينادي يبقى جهاز الإعلام بتاع السلطة في ذلك الوقت كان بيستمر لمدة دقائق كل كم يوم كل أسبوع كل شهر كل سنة إنما الآن السلطة تملك وسيلة إعلام تأخذ أذهان الناس 24 ساعة في اليوم وكذلك السلطة في زماننا هذا صارت سلطة علمانية وسلطة متأثرة بالغرب فهي سلطة لا تطعم الناس ثقافتهم ولا تنشر بين الناس الدين بل تنشر بين الناس ما هو ضد الدين فحقيقة مسألة الآن ترك السلطة واعتزال السلطة والانصرف عن السلطة هذه مسألة تشبه تشبه تولي يوم الزحف بصراحة أنت تجد عدوا يهجم عليك ولديه هذه الإمكانيات المسلحة متحكم في المال في الاقتصاد في التعليم في الثقافة ثم تقول أو تحاول أن تجري على قانون السلف من اعتزال طب هم اعتزلوا سلطانا فيه دين ويطلب الوعظ ولا يسيطر على حياة الناس ولا يحارب دينهم هذا الذي اعتزلوه فكيف يمكن أن يقاس على هذا أولئك المعاصرين الذين هم العدو حقيقة ويحتاجون إلى من يجالدهم من ينازعهم ومن ينتزع حقوق الناس منهم وكذا ولكن هذا لا يستطيع إلا المصلحون لا يستطيعه إلا المصلحون ولكن كما ذكرت أن الوضع الآن مختلف لدرجة لا بد معها أن تنبعث كل القوى والطاقات لأن حتى الشيخ الذي يجلس في المسجد وينوي أن يعتزل السلطة هذا الشيخ لا يستطيع أصلا أن يجلس في المسجد إلا بتصريح تصدره السلطة وأحيانا يحمل على أن ينافق السلطة وإذا دخل إليه التأويل اللي كنا بنتكلم عنه من شوية فإنه ينافق السلطان لما يرى أنه مصلحة الدعوة وهو احتفاظه بكرسي الخطابة أو منبر الخطابة في الجامع فحقيقة يتحول العالم في زماننا هذا تدريجيا إلى أن يكون أحد أدوات السلطة في إفساد الناس وفي تزوير دينهم عليهم وهذه الخطورة لذلك هي الخطورة خطورة المخالطة السلطة في هذا العصر أشد مما كانت في عهد السلف الخطورة أشد نعم وخطورة الاختلاط أشد وخطورة الانعزال أشد لكن أرجع إلى القول بأنه الاختلاط هنا الاختلاط في زماننا هذا حقيقة لم يعد بيد العالم بل بيد السلطان يعني قبل ذلك كان يملك العالم أن يدخل على السلطان الآن في حقيقة الأمر العالم السلطان مش محتاج عالم حواليه أنت أصلا أنظر في حاشية الملوك المعاصرين لا تجد فيهم علماء بل تجد فيهم مفسدين حتى يعني طيب هنا ألا ترى بأن الوضع أشبه بما كان في عهد ابن تيمية في حال سيطرة المغول والتتار وكان ابن تيمية يفتي بتولي القضاء عند التتار لغلبة المصلحة إذا توفرت المصلحة الراجحة أنا يعني حقيقة ما أحب أن يعني أمارس هذا الاجتهاد بنفسي فأتركه لأهل العلم لكن مسألة الموازنات التي ذكرتموها هذه لها عدد من الأمثلة في تاريخنا منها مسألة تولي القضاء رغب أنه يتولي القضاء في ظل نظام لا يحكم بالشريعة وهو يقول بأن هذا لتقليل الشر وتذكر في هذا الأمثلة المشهورة أمثلة النجاشي الذي لم يستطع أن يطبق الشريعة أمثلة عمر بن عبدالعزيز الذي لم يستطع أن يعيدها شورة ويعني هذه الأمور كثيرة وحقيقة طبعا ابن تيمية ممن أطال في وصف هذه المفاسد الموازنات بين المفاسد والمصالح لكن ما أريد التركيز عليه هنا أنه هناك فارق ضخم بين حال السلطة وأصحابها في زماننا وبين حال السلطة وأصحابها في الزمن الماضي فلذلك لم يعد كل كلام العلماء في الزمان الماضي فيما يتعلق بالعلاقة مع السلطان صالحا لتطبيقه الآن بل قد يكون بعضه مما يزيد الأمر فسادا لأنه إذا كان العالم في ذلك الوقت يستطيع أن يقضي حياته كلها دون أن يدخل على السلطان ولا أن يتأثر بسياسة السلطان فهذا لم يعد قائما الآن الآن يعني إما أن تجاهد السلطان وحتى اعتزالك للسلطان لا يعفيك من أن تكون أحد أدواته التي يزور بك الدين من خلاله وهذه هي الخطورة الشديدة التي تحتاج حقيقة إلى اجتهاد معاصر في توصيف العلاقة مع السلطان طيب له أيضا حديث في كثرة من يتوب على يديه وهو مشهور في هذا لبراعته في الواعد وعدد الغفير الذي يحضر إليه في مجالس الواعد كان يتوب على يديه عدد كبير جدا فذكر له ذكر هذا الاقتباس هذا الاقتباس ما يفيد ذلك يقول لقد تاب على يدي في مجالس الذكر أكثر من مئتي ألف وأسلم على يدي أكثر من مئتي نفس وكم سالت عين متجبر بوعظي لم تكن تسل ويحق لمن تلمح هذا الإنعام أن يرجو التمام وربما لاحت أسباب الخوف بنظري إلى تقصيري وزللي ولقد جلست يوما فرأيت حولي أكثر من عشرة آلاف ما فيهم إلا من قد رق قلبه أو دمعت عينه فقلت لنفسي كيف بك إن نجو وهلكت فصحت بلسان وجدي إلهي وسيدي إن قضيت علي بالعذاب غدا فلا تعلمهم بعذابي صيانة لكرمك لا لأجلي لألا يقولوا عذب من دل عليه إلهي قد قيل لنبيك صلى الله عليه وسلم اقتل ابن أبي المنافق فقال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه إلهي فاحفظ حسن عقائدهم في بكرمك أن تعلمهم بعذاب الدليل عليك حاشاك والله يا رب من تكدير الصافي إذن هذه محنة عالم الوعظ هذه مناجاة مؤثرة جدا من رجل هو أشهر وعظ في تاريخ الإسلام ويعني كان يحضر مجلسه مئات الألاف من الناس ويتأثر به عشرات الألاف وأسلم على يديه يعني يقول مئتين نفس نعم وأظنهم أكثر من ذلك حقيقة يعني لا شك أن هذه محنة لأن الإنسان لا يدري بما يختم له وكثير من الناس كان ظاهرهم الصلاح ثم يعني نكسوا ورجعوا على أعقابهم وختمت لهم بخاتمة السوء من عرف نفسه ومن عرف الفتن ومغريات الحياة عرف أنه لا يمكن أن يعني لا يأمن نفسه ولا يطمئن إليها وهذا الرجل يعني بعد هذا التاريخ وبعد هذه الشهرة وبعد هذه المناقب وبعد هذه المؤلفات يثبت أنه لا يضمن كيف ينتهي أمره ولا بما يختم له وقد يكون الجسر الذي يعبر الناس عليه إلى الجنة ثم يلقى به هو في النار وحقيقة يعني هذه المناجات الذكية مناجات مؤثرة يعني هو يقول لله تبارك وتعالى يعني إن قضيت بعذابي فلا تعلمهم بعذابي كي لا لحفظي لا لأجلي وإنما لحسن عقائدهم لحفظ حسن عقائدهم كي لا يقولون عذب الدليل عليه وهذه المزاوجة اللطيفة بين موقف النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن أبي بن سلول حين طبعا لما قل له دعني أضرب عنقه يا رسول الله فقد نافق فكان يقول لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه فحقيقة هذه من اللحظات المؤثرة والتي يعرفها كل واحد مننا في نفسه الإنسان فيه من الخلل والزلل والتقصير وفيه من الذنوب ما لا يضمن معه أن يختم له على خير وإبن جوزي جمع بين براعة الواعظ وتأثيره وأيضا حسن البيان مثل هذا المعنى يلتقطه في التعبير عن هذا يعني فيه التملق لله سبحانه وتعالى وانكسار والتلطف صحيح هو كتابه صيد الخاطر مليء بالتشبيهات البديعة مليء بالتشبيهات البديعة يعني أتذكر مثلا مما يقوله يعني بيقول أنت كعبد إذا لم يكن فيك نفع فماذا يفعل الناس بما لم يعد فيه نفع من نباتهم صار حطبا نلقونه في النار سبحان الله فتشبيه بديع جدا أن الإنسان فعلا إذا يعني إذا لم يعد عبدا لله فمصيره كما يتخلص الناس من الأمور التي لم تعد تنفعهم وكثير كثير جدا يعني في كلامي هذا حقيقة كتاب صيد الخاطر من الكتب المؤثرة التي أحب أن تصحب يعني أن تصحب الناس في شهر رمضان وكال الشيخ الحويني حفظه الله سلسلة في التعليق على هذا الكتاب جعلها بعنوان نفثات ومصدور وكان يعلق فيه تعليقات لطيفة على الكتاب على كل حال الكتاب حقيقة دفقة روحية جميلة يحسن يحسن أن يقرأها الناس وأن يستفيدوا منها في هذا الشيء طيب بالمناسبة نحن نتخير كتب مذكرات رحلات أدب سجون على يوميات في أي شيء نصنفه كتاب صيد الخاطر كتاب صيد الخاطر استخلص منه الشيخ صالح الشامي إن شاء الله سنأتي له في حلقة في المذكرات استخلص منه مذكرات ابن الجوزي نعم فجعله بعنوان ابن الجوزي يتحدث عن نفسه وآرأوه في الإصلاح نعم فنحن هذا البرنامج برنامج مذكرات نلتقط منه ما هو مفيد نعم فحقيقة كان ينبغي أن نبدأ بشخصية من أهل الوعظ ومن أهل العلم وأن تكون مذكراته في الرقائق فهو نحن يعني أخذنا من الكتاب الذي يقترب من مذكرات ابن الجوزي نعم وفيه هذه الدفقة الروحية الإيمانية إذن هذا لعله يشجع أيضا على قراءة كتاب ابن الجوزي سيد الخاطر نشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد الهاني بحث التاريخ والحضارة الإسلامية كمان نشكركم أيها الأخوة المشاهدون على طيب متابعتكم وإلى لقاء آخر في حلقة جديدة مع شخصية أخرى ومذكراتها نلتقيكم بعون الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسفر الحياة درس عظم تفيد الذي بتزك العمر لنا عبرة في تجارب من سعوا للنجاح ونالوا وبركاته